أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي حرص مصر على زيادة تعاون المشترك مع دولة الكويت لتعزيز أمن الخليج باعتباره جزءا لا تجزاء من الأمن القومي المصرية وخلال لقائه وزير خارجية الكويت عبدالله اليحياء خلال فعاليات دورة الثالثة عشر لللجنة المصرية الكويتية المشتركة المنعقدة بالقاهرة استعرض وزير الخارجية ملامح البرنامج الاقتصادي المصرية والمزايا والحوافز الاستثمارية التي يوفرها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية لتعزيز بيئة ومناخ الاستثمار مشيرا إلى الأهمية الخاصة التي توريها دولة المصرية لتدليل أي عقبات تواجه المستثمرين الكويتيين في مصر هذا وأشر عبدالعاطي إلى تطلع القاهرة لزيادة الاستثمارات الكويتية بمصر مؤكدا نتقى المصرية الكاملة فيما توليه دولة الكويت من اهتمام كبير لرعاية وتسير سبل إقامة كافة المواطنين المصريين في الأراضي الكويتية